تاكسو نطيف لكن الشواطئ أخالية تصفر فيها الريح ولافتات تحذيرا من خطر محدق قادم من البحر هو المد الأحمر ظاهرة التحالي بالسامة التي بدأت تنتشر بشكل غير مسبوق على مساحة مائية واسعة قرب الشواطئ الأطلسية لولاية فلوريدا الأمر الذي اضطر سلطات الولاية إلى إغلاق شواطئ الاستجمام والسباحة أمام الزوار والسياح في منطقة هاول أوفر شمال مدينة ميامي كان من النادر أن نرى ظاهرة المد الأحمر هنا المشكلة تتلخص في أن هذه التحالب تنتج سموما تؤذي الناس وتؤذي الحيوانات وتطلق غازات ضارة تحرق العيون وتخرش الحنجرة والجلد وتؤثر بشدة على المرضى بأمراض الصدر كالربو وتمنع تنفسهم معضلة كبرى تواجه الأعمال في ولاية فلوريدا التي يعتمد اقتصادها على الصيد البحري والفنادق والمنتجعات والسياحة البحرية ولا تتوقف الأذار عند السياحة بل تتخطاها إلى البيئة حيث تتسبب التحالب بقتل الأسماك والسلاحف وغيرها ولا بد من إيجاد حلول صحية وعلمية لها من صعب القول كيف ولكن من الضروري إيجاد حلول لهذه المشكلة الخطيرة من الواضح أهمية السياحة في ميامي وجنوب فلوريدا لأن عدداً كبيراً من الناس يأتون إلى هنا للاستمتاع بالشواطئ وآخر ما يريدونه هو أن يتعرضوا للأدى والأمراض عندي ثقة في أننا سنجد حلولاً مناسبة تمتص التحالب الأكسجين من الماء وتخلف غازات سامة تقتل الأحياء المائية من صلاح فؤسماك لتلقي الأمواج لحومها المتعفنة على الشواطئ مما يسبب الأمراض للطيور والحيوانات التي تأكلها الأسماك الميتة على الشاطئ تجعل الناس يسعلون ويتحسسون من رائحتها وهذا أمر مقلق جداً يقوم علماء الأحياء المائية حالياً بتجارب ودراسات لمعرفة أسباب ظاهرة المد الأحمر لإيجاد حلول طبيعية تحد من تكاثر التحالب السامة وتمنع انتشارها ترجمة نانسي قنقر